السلام عليكم ورحمة بكم في الحصة الثانية من هادي الأسبوع الخاصة بالرياضيات لتذكير حنا بسدد درس الأعداد العشرية رقم جوج اللي الهدف ديانو تعرف تلميذ على مقارنة وترسيب أعداد عشرية إذا هادي الحصة الثانية سنقوم بإنجاز التمارين التالية انطلاقاً من التمارين رقم أربعة وقارنه باستخدام الرموز يعني فيما يلي لننتبه قبل ما نبدأ شنوية الطريقة الصحيحة لمقارنة أعداد عشرية لنا أول حاجة نقوم بها هي مقارنة الجزء الصحيح لهذه الأعداد يعني أول حاجة سأقوم بمقارنة الجزء الصحيح إذ كان هذا الجزء الصحيح متساوي ننتقل إلى مقارنة الأعشار وفي حال تلقينا هذه الأعشار المتساويات هكذا كنتقل إلى أجزاء المئة وهكذا حتى الأجزاء من الألف إذن نبدأ على بركة الله تمانية عشر فاصلة واحد سنقارنها بخمسة فاصلة تسعمائة وسبعة وتمانون إذن أول حاجة نشوف فين هو الجزء الصحيح دياله الجزء الصحيح دياله هنا وهو تمانية عشر هنا الجزء الصحيح تمانية عشر والجزء الصحيح دياله العدد هو خمسة وراء الواضح هو من البديه أن تمانية عشر أكبر من خمسة إذن تمانية عشر أكبر من خمسة ننتقل إلى الرقم الثاني سبعة فاصلة خمسمائة وتسعة وتلاتون نقارنها مع سبعة فاصلة خمسمائة وتسعة وأربعون إذن عند مقارنتنا للجزء الصحيح هنا سبعة سبعة تسوي سبعة ننتقل إلى الأعشر سبعة فاصلة خمسة تسوي سفر فاصلة خمسة ننتقل إلى أجزاء المئة نعرض بقنا سفر فاصلة سفر ثلاثة ونصف فاصلة سفر أربعة إذن العدد الأكبر هو سبعة فاصلة خمسمائة وتسعة وأربعون ننتقل إلى العدد الثالث وهو تمانية فاصلة خمسمائة وتمانية فاصلة خمسة نتبه هذا العدد هذا المثال نقارن أجزاء الجزء الصحيح 8 تساوي 8 0 صلة 5 يساوي 0 صلة 5 هنا صفر وهنا صفر لا شيء هو صفر إذن هنا صفر إذن ديما عدد اللي مور العدد يعني اللي ما بقاش بناسا شي عدد ما كنحسبوهاش إذن 8.5 تساوي 8.500 تساوي 8.50 أنا زيدها هنا باش تأقلوها لها تساوي 8.50 لا ممشوز 3.17 ونقارنها مع 3.170 الجزء الصحيح يساوي الجزء الصحيح الأعشر تساوي الأعشر جزء من المئة تساوي جزء من المئة وهنا عندنا في الأجزاء يعني الأجزاء الألف صفر وهنا لا شيء إذن هنا تساوي 6.8104 مقارنها مع 6.810 أو أربعون إذن 6 تساوي 6 هذا الجزء الصحيح الأعشر عندنا 0.8 0.8 ولكن عندما ننتقل إلى جزء من المئة يعني عندنا صفر هنا عندنا صفر 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 أربعة إذن العدد الكبير هو هذا وبالتالي صفر فصر 804 أصغر من 6.840 عندنا هنا الجزء الصحيح صفر والجزء الصحيح هنا 2 إذن صفر أصغر من 2 وهكذا سنكون جزء إلى التمرين رقم 4 ننتقل الآن إلى التمرين رقم 5 أتعرف الخطأ ثم أصحح إذن أول حاجة نشوف فين هو الخطأ إذن نبدأ بعد العدد الأولين 37.05 أكبر من 37.1 نتأكد هو الصحيح نقارن الجزء الصحيح 37 تساوي 37 هنا ننتقل إلى الأعشار عندنا هنا 0 وعندنا 0.1 إذن هنا عندنا خطأ سنعيد كتابة سأعيد كتابة الأعداد هنا 37.05 وقارنها مع 37.1 إذن لنرى كين خطأ لأن ثنايا هادي أكبر من هذه 37 متساوي هنا الأعشار عندنا 0.0 يعني 0 وهنا 0.1 يعني هذا أكبر ننتقل إلى العدد الثاني 0.31 وإن 0.4 نقوم بالمقارنة فيما يخص الجزء الصحيح 0 يساوي 0 عندنا نفس الجزء الصحيح ننتقل إلى الأعشار 0.3 مع 0.4 إذن 0.4 هو الأكبر وبالتالي احدد المتساوية راكنت عندنا صحيحة يعني لا دعي لتصحيحها ننتقل إلى هنا عندنا 1.75 1.8 أقوم بالمقارنة إذن 1 يساوي 1 0.7 أصغر من 0.8 إذن هنا خطأ وبالنسبة المتساوية الأخيرة 212 0.5 أصغر من 200 هذه صحيحة لأن الجزء الصحيح يساوي الجزء الصحيح ولكن 10 هنا صحيح وهنا 2 هذه صحيحة إذن بالنسبة لهذه وهذه صحيحين يعني اللي خصنا ننصح هما هذه وهذه تقل إلى التمرين رقم 6 أكتشف الخطأ في تأطير العدد العشري أن العدد العشري الذي نود تأطيره هو 7.206 وصحيحه بعد نشوف في الخطأ نبدأ من هنا قاموا بتأطيره بين عددين صحيحين المراد هنا هو تأطير العدد بين عددين صحيحين طبيعيين ولكن هل فين هو الجزء الصحيح لله العدد 7 إذن العدد الذي يجب أن يكون هنا يكون أصغر من أو يساوي 7 لكن هنا 8 إذن هنا خطأ هنا يكمن الخطأ الأول وديما يجب عدد عشري فهذا نحن يكون الجزء الصحيح لله العدد العشري إذن هنا سبعة فاصلة مئتان وسيتة ديما نشوف الجزء الصحيح لديه العدد العشري ونضيف هنا ونضيف الواحد إذن هنا سبعة زائد واحد هنا تمانية فهذا المرحلة فعقلوا على هذه التقنية لك نشوف الجزء الصحيح وأضعه في هذا المكان وأضيف إليه واحد وأضعه من الناحية الأخرى سنحاول نخدم لأن الأعدد الكسرية يتم استخراجه من العدد العشرية نتبه سبعة فاصلة مئتان وسيتة وهنا شنو العدد الذي أصغر من ستة مئتان وستة مئتان وخمسة إذن هذه الناحية صحيحة ثاني وخمسة لكن هل مئتان واربعة صفر فاصلة مئتان واربعة هل هو أكبر من صفر فاصلة مئتان وستة خطأ إذن هنا ستكون العدد الذي يليت مباشرة صفر فاصلة مئتان وستة لهو سبعة فاصلة مئتان وسبعة إذن باش نقطر هذا العدد نفسه بين أعداد كسرية يكفي أن أحول هذا الأعدد العشرية إلى أعداد كسرية نظروا كم من رقمين خلف الفاصلة واحد اثنان ثلاثة يعني العدد الذي سنكون لديه ثلاثة الأصفار يعني لدينا الجزء آخر شيء آخر هنا لدينا أجزاء الألف إذن العدد العشرية سيكون على ألف ديما نشوف آخر رتبة لدينا لدينا الجزء من الألف إذن حتى لأعداد الكسرية المقام سيكون فيه ألف هنا هني وصلت النص في الإجابة كسر نص في الثاني هو أنني أزيل الفاصلة من هنا وأضع العدد كما هو حذاري أن تكتبوا مثل هذا الخطأ وهذا خطأ ما يمكن ش لقى حدد كسري وفيه عدد بالفاصلة خطأ ما يمكن ش مع مرات كل الفاصلة هنا خطأ وهنا نفس الشيء أزيل الفاصلة وأكتبوا الأعداد مئتان سبعة ألاف ومئتان وسبعة وهكذا سنكون سليس من إنجاز التمرين رقم ستة لا التمرين رقم سبعة أرتب تزايديا الأعداد التالية إذن أول حاجة ماذا نقصد بتزايديا تزايديا أي الأعداد من الأصغر نحو الأكبر إذن أول شيء سأقوم به هنا هو مقارنة الجزء الصحيح إذن هنا تلاتون تلاتون تلاتة وتلاتون تلاتة وتلاتون تلاتة تلاتة هده أم الأعداد الأولى لنقارن إذن أصغر هذه الأعداد يبدو أنه تلاتة هنا تلاتة وثلاثة فاصلة سفر ثلاثة إذن إلا نقارن هنا سفر أن يشابه ولكن هنا في الأعشر سفر إذن حتى أصغر الأعداد هو ثلاثة أصغر الأعداد هو ثلاثة ننتقل هنا ثلاثة وثلاثون نتبه وقارن فقط الجزء الصحيح ثلاثون ثلاثون إذا هذا الجزء أعداد هو مقارنة بالأعداد الخروج سأقوم بمقارنة هذه العددين بجوز ثلاثين ثلاثين و لكن في الأعشار صفر فاصلة ثلاثة وهنا صفر فاصلة صفر إن هذا هو العدد الأصغر إذا ثلاثون فاصلة صفر ثلاثة ثلاثون فاصلة صفر ثلاثة وهنا الثلاثون فاصلة ثلاثمائة 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 وثلاثون نتقل الأعداد 33.03 و 33.03 سأقارن الجزء الصحيح ننتقل الأعشار 0.0 سأكتب 33.03 وهنا سأكتب 33.03 رقم 8 أرتب تناقصيا هنا العكس للعدد الآخر تزايديا سنبحث عن العدد الأكبر في هذه المجموعة الأكبر حدث ثم العدد الذي يليه ثم العدد حتى وصولا إلى أصغر عدد في هذه المجموعة إلا أن الطريقة لا تختلف أول شيء سأقوم به ومقارنة الجزء الصحيح وإذا ثبث أن الأجزاء الصحيح متساوية سننتقل إلى جزء العشري بدءا بالأعشار ثم أجزاء المئة ثم أجزاء الألف إذا ننتقل إلى التمرين الأجزاء نتبه 10 على 2 كم هي 10 على 2 تساوي 5 أجزاء 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 أجزاء